البداية بشكون بالترجي الرياضي تونسي ترجي اليواصل تجديد الملاحق على ثنائي طليعة النجم والنيدي الرياضي سفيقسي بعد الانتصار اللي حقه البارح في المقابلة اللي جمعته بولنبيك سيدي بوزيد مقابلة سجل فيها الترجي خمسة اهداف وصار بفضلها خط هجوم الترجي هو افضل خط هجوم في البطولة بخمسين هدف الترجي قاعد يعمل في مسيرة بطل على غيرار سفيقس والنجم لكن الترجي اليوم عنده افضل خط هجوم خمسين هدف قدام النجم سابعة واربعين وسفيقس خمسة واربعين قبل ستة جولات كاملة من نهاية الموصل برشا عوامل قديت لانه اتاك لسبيرانس يضرب بشكل هذن تنوع الرصيد البشري وتعويل المدرب على اكثر من ملاعبي في اللينيوفانسي على رأسهم طاها ياسين الخنيسي هدف الفريق بعشرة اهداف قدام الروج وسعد الجير بثمانية اهداف كذلك ادريس المحيرسي اللي كان وراه اغلب البنطوات بثمانية تمريرات حاسمة رباعي الهجوم الخنيسي بجير الروج والمحيرسي كانوا امبليكي في تلاثة واربعين بونطو من خمسين بنسبة جوزة ستة وثمانين بالمئة مبين الاهداف والتمريرات الحاسمة وحتى وقتي صابت الخنيسي عمار سوايح لقى افضل بديل اللي هو هايثم جويني واللي سجل خمسة اهداف منذ اصبح اساسي قوة هجوم التارجي جاسد تسني بتسجيله في اربعة مناسبات فوق الاربع اهداف خمسة واحد ضد سيدي بوزيد اربعة بلايش ضد القاسرين اربعة واحد ضد استاد وخمسة بلايش ضد القاسرين في الذهب اربعة وعشرين بالمئة من الاهداف تسجلوا على كرة ثابتة اربعة بونطو من ركنية اربعة من مخالفات مباشرة واربعة من ضربات جزائر وسبعتاش لاعب من افكتيف الاسبرانس ادولوا على تسجيل الخمسين هدف المهاجمين سجلوا ثمانية وستين بالمئة من البونطو برسيد اربعة وثلاثين هدف متوسطين الميدان سجلوا عشرين بالمئة بعشره هدف والمدافعين أثناش بالمئة بتسجيلهم ستة اهداف ثنين وعشرين بونطو من الخمسين سجلوا في الشوط الاول وثمانية وعشرين في الشوط الثاني وزوز مباراة فقط ما سجلش فيهم التاراجي ماتش الساد وماتش الناجم في الذهب وواحد وثلاثين هدف في الذهب وثلاثين في الياب قبل ستة جولات من نهاية رسيد ممتاز اذا ما قررناه بالمواسم الفارطة عمناول سجل التاراجي ثنين وخمسين هدف تيلة موسم كامل وحتى موسم 2014 التاراجي توج بطل بثمانية واربعين هدف فاتح كلام كبير تقال على هجوم التاراجي وحتى تاراجي ككل الفريق مايفرش التنشيط الهجومي مش ولابد اليوم نلقاوا التاراجي عنده افضل خط هجوم في البطولة بخمسين هدف رقم كفيل انه يسكت اي مشاكك اليوم في التاراجي بطبيعة ولكن الهداف في متاع التاراجي عندنا زوز مقابلات في الخمسة وزوز في الاربع مشكلة التاراجي وانه وقت اللي ما يسجلش وقت اللي ما يسجلش في بداية المقابلة وفي الشوط الاول يتعب معناها يتعب نسبيا وكلها حكاية ثيقة نعتبروا انه التاراجي يعمل في موسم استثنائي الناس ما عندها الذاكرة تنسى بداية الموسم تاعت التاراجي كيفاش بعد معناها تقريب جمع وجمعتين قبل بداية البطولة يتغير مدرب خارج من كاس كاف معناها كارثية للتاراجي عمورها ما صارت شأنه شأن النادي السياقسي ولكن التاراجي اليوم بلا رقام تشوف الترتيب تشوف العدد الانتصارات تاراجي يعمل في موسم استثنائي كما الفرق بلولة الكل التاراجي ما زال اليوم ينجم يحكم في المسيرة متاعه ولو انه عنده اربع نقاط باعتباره انه يلعب ضد المنافسين مباشرين اللي هما النجم الرادي الساحلي والنادي الرادي السياقسي عنده جزم مقابلات النجم يحكم في مصير وتبقى الاختلال في الوحيد بالنسبة للتاراجي مع زوز شرق النجم والنادي السياقسي وانه الفريق الوحيد اللي عنده اربع ديبلاسمانات على ستة مقابلات لمازاله تاراجي بشي يمشي اربع مرات تاراجي بشي يخرج القروان بشي يخرج للسياقس بشي يخرج للزرزيس بشي يخرج للقفص مقابل زوز مقابلات برك على ميدانه مقابلة ضد النجم والملعب القابسي بينما الندي السياقسي والنجم عندهم ثلاثة 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 البره وثلاثة الداخل ولكن دي ما يبقى الرأوة انه عامل الميدان اليوم ماهوش مؤثر بشكل كبير تبقى الكورة في سقين ملاعبية التاراجي ونعتبر وانه التاراجي اذا كان عصر ثيقة تواجد في الفريق الفريق نجم بشي البيت خليني في هجوم التاراجي كابتن اليوم القوة الضربة في الفريق هي رباعي الهجوم طه يسيل لخنيسي فخر الدين بن يوسف سعد بقير ولمحير سيلم ملاعبية ذوما الرباعي هذا نلقاه امبليكي في 86% 84% بالضبط من اهداف التاراجي سواء بتمريرات حاسمة وإلا باهداف تقريبا هذه هي مكينة التاراجي اليوم نحكيه على اربع اهم اللاعبين في الفريق وليسي عايزي مني يشكر البيتير يعطي صحة وعطاء ارقام معنيها وعطاء كذلك برافو بالبيتير تبقى لاربع ذوما مش هوم المكينة المكينة المنتالي المكينة الوسط الميدان المكينة هو الاسلوب التاراجي هو التكامل بين كل العناصر وسؤال المطروح الايامات الاخرانية يقولوا تاراجي لا تقنع وانا يقول لماذا تغيير اسلوب نجح وهي الارقام اعتاد تسجل به خمسين هدف بارك الله وفيك خمسين هدفه وحتى في غياب بن يوسف اليوم شكله الرباعي شكله اربعة وثمينة في المئة من القوة التهديفية التاراجي حتى في غياب بن يوسف وغياب الخنيسي حافظت التاراجي على الكمانديريج القوة التهديفية التيحها في الجويني معناها كان احسن معوض احسن معوض تبقى با يمكن شوفوا احنا الاهداف فيكن فما كان فما عشرين هدف من خمسين ضد الجسرين وضد كده ولكن بالنسبة كما قالت والماتر احنا في المنعرج اللي هو الفاصل والحاسم اللي هو يزمها التاراجي تسجل ضد الفرق اللي هي معها ضد في المباراة المباشرة النجم النجم ولكن خلينا وننساو انهم بيش يواجهوا في رق بيش تستميد فديس هو حاجة البيعي فديس في رق هذوما حتى المدربين ولا المسايرين ولا اللاعبين يقول لك يا أخويا راهي احنا نفكروا في المباراة الجاية اللي بعد اللي كابا خليها بعد مراد مراد شو يعني لك الرقم ذاك ينقول لك مثلا اليوم 17 للاعب من افكتيف التاراجي داوله على تسجيل الاهداف يعني وما يعنيش خاطر كيتحط 84% امبليكي في النجم وحتى كنزيدو هاي ثم الجويني هو رقم بيهي يدل أنه أولا خلينا ناخدو البيهي والخايب فيه خايب الرقم حتى نقول كوين جاي الخايب استنى شوية التاراجي يبدولي ما فما حتى فريق في تونس اللي عندو قلبي هجوم الانسيان اللي هما طايسين الخنيسي وهيثم الجويني معناها الخنيسي والجويني ما همش دي زاتا كون هما قلب هجوم معناها ملاعبية ديهم ودويهم في التسجيل معناها هاي ثم الجويني متعملش عليه ياسر أنه ياخو كورة ويدريبل طايسين الخنيسي ما هش يدريبل ملاعبية للتهديف يقولوا تليني يقولوا بونتا ما تعرف ما فما سمحني فما دي جوير دي سيفاس بالضبط دي جوير دي سيفاس سيفيني والإسفاس هو الخنيسي خطي الخنيسي ما هش في نفس المواصفات ما هش نفس المواصفات معناها مثلا ندي الفريقي ما عندوش هذي ندي سفحسي ما عندوش هذي حتى النجم كان تاخو لعكيشي وتاخو أكستا أكستا ما هش قلب هجوم أسان برسان تراجي عندو زوزم لعبية اللي كان جيو في في أي كيب أخرى يلعبوا أساسيين وعنهم دي كالي تيكبال يبقى حسب رأي أنو ممكن هذا يدل أنو تراجي الفريق اللي يلعب شوية بطريقة تقليدية ما بين ذفري يعني معناها مهمة التهديف للمهاجمين أساسا على عكس مثلا النجم وين نلقاو ملاعبي كما حمزة الأحمر كما نلقاو علي البريقي كما نلقاو ابن عمر اللي ملاعبية يسجلوا بالرغم أنو مهمش مهاجمين وهذا زيد اللي ممكن ننقص التراجي في المقابلات الكبيرة لأنو تراجي كان جاي موسم عادي يكون في المرتبالولة كما قال المشكلة اللي سناء النجم موسم استثنائي ثلاثة عملوا موسم استثنائي وهذا ممكن ليترح شوية إشكال في المقابلات الكبيرة وفي بعض المقابلات اللي ربحها التراجي بصعوبة وعمومة الأسلوب متاع التراجي كما قال خالد السناء ما كانش مية في المية فرجوي هذا ممكن إشكال وحيد ولو زيدا نذكر أنو فريق روكي مركي تظهر سائل كتمركي أنت بشتمركي تسعبون تويتا ليروتور القسرين ما هوش سيدونيها تولمون معناها ولا تربح سدي بوزيت خمسة يعني عندك قوة هجومية ذر تأكيدا سينارجيب في المهاجمين اللي ممكن السناء ما أعطاهش كيف ما يلزم ولكن في أيميات الإخرانية أعطاه شوية إضافة كل ما يطف ثم حركية يعطيها كل ثيقة رفيق تأكيدا الكلام مراد ناصر تأكيدا الكلام مراد يحكي على موسم استثنائي بالنسبة للترجي الترجي القوة سجل خمسين هدف في الموسم هدايا وقت اللي عمناه المثلا سجل ثين وخمسين هدف في موسم كامل الموسم اللي قبله سجل ثمانية واربعين هدف في موسم استثنائي ولكن خليني يقول طبيعة المردودة اللي قدموا المنافسين اللي قدموها المنافسين نجم وصفاقسي خلت نسكل بالرغم من الأرقام هذه ما زلت اليوم ما وصلتش للتتويش والحاجة أدم رجابي بالرغم منه ملعبش برشا لكن ماركة خمسة هداف كان لعب الماتشوات الكل كان نجمي ماركة أكثر كان خذاته نجمي ماركة أكثر خطرهم لعبي منتاز عنده الإمكانيات لكن الإفكتيف والكونكيرانس اللي موجودة في التارجيس خاصة في الرواق ذاك تخلي خاصة من الدريس المحرسي اللي قاعد يعمل في موسم استثنائي بصراح بالنسبة هو اللي يميز البطولة معتها أنه ثلاثة فرق المستوى يمتاحها معالي هما بيتبيعتهم قاعدين يعطيون سقل بعظهم غير ما يشعروا فهم الكونكيرانس فهم كل جمعة أنك تحس كل اللي يكيب تلقى روحها سواء ولا في بلادها ماتشويتهم حتى الماتشويت اللي صاروا في اللوكال معتها في تيرام تاحم سواء في ردز ولا في طيب اميري ولا في سوسا ما كانوش ماتشويت سهلين معتها البارح النجم السياح اللي انتصر على القروان الاثنين بواحد معتها سيساس ربحت اخر مرة في قروان واحد بلاش في خير دقيقة معتها تشوف الماتشويت اللي تكون لهم معتها سريح باستثنال لانتصار متاع الترجي اللي كان البارح كبير وكبير برشة ونزيدك اللي حاجة هي مهمة بالنسبة للترجي انه في ردز بالذيت مسجل اثنين وثلاثين هدف معتها اللي هو معناتها فما نجاعة هجومية في ردز بالذيت والترجي زاد يعرف يسافر البر مالكي ثمونتاشين هدفها لإكستريور اللي مش ساهل لانك تمالكي البر تريز ما تحط الريتم بتاعك بيش ترجم تكون بطل وفما حاجة اخرى اللي يتميز الترجي انه في مرحلة انتقالية قادر بيش يعمل الفريق هذي اللي يكون متنافس حقيقة على البطولة هذي حاجة مهمة خاصة يجي في مرحلة انتقالية اللي الترجي قاعد يكون في فريق من جديد معدل العمارة متاعه صغيرة اللي ينجم في السنوات القادمة تعطي ثمارها برش مرات تكمل الكلام اللي قالوا ناصر هذا مهم القوة الهجومية متاع ترجي متاع ملعبية معدل العمار متاحها ينجم يبني عليها ترجي ثلاثة أربع عسين القدام كيما بجير كيما رجيبي كيما ان شاء الله هايث مجوين يزيد يبقى وقت معنا الخنيسي اللي يظهر كبير عمره في سبع وشري دونك مزيل عندهم ذوما لكلهم مارج انه في مو يوصلوا الوقت وليوا مهاجمين من التراز وطني وعالمي خطر منسيوش ذوما الكل حتى واحد منهم ما هو اساسي في لينكيب ناسيونال معناه عندهم دي مجوور قدامه ني لكن الفريق اذا يا متاع الترجي هو الكل الفريق الأولمبي معناه ما هوش ما هوش اساسي ولكن الفريق ما فماش مرحلة انتقالية بالنسبة الفرق كيما الترجي والنجم والنادي الافريقي والنادي السيابسي تشبيب مع بحث على الأقام ولا ما فماش ولكن أنا اعتبر إذا كان فما امتياز للترجي الامتياز فيه 8% منه جديد ثم الامتياز الكبير بالنسبة لينا وقال الناصر بالنسبة لينا المحيرسي يعمل فيه موسم استثنائي وكأنه ولا كأنه القاعد في وسط الميدان تحس رغم الصغرى متاعه تحس امكينية كبيرة ياسر تحس بالعبية يتبعوه فتحي خذي حتى لاف شوي على ساعد بجير معناها تحس وانه سيبتيلي دار وانه شجاعة متاعه في التصويبات من بعيد معناه يخدوه ريسك ما هو السهل ونتصور اللي التراجي ينتظره بشي جدوله العقد متاعه راهوا كنز بالنسبة للتراجي ملاعبة كما لمحيرسي متعمرش اخطاء متعمرش جمعيات او ربما حتى التراجي بيدها احنا مازالوا شهرين على نهاية الموسم وملاعبة كما هذا راهوا التراجي نتصوره التراجي رايي محضره الامكانية للترشيد معا حكيتوا على اللعبين